موسيقى موسيقى اهلا بكم كل طلبنا في الثالث السنوي النهاردة بنستكمل مع بعض حلقين تي 4 بناخد اسئلة الجرامير في اخر درس بنحل مع بعض صفحة 438 بنبدأ نمرو اجو يمال نقاط فانتر هو هنا بيقول انا عندي الم في البطن طبعا ده هتوقف على فهمنا للدرس اللي فات اللي شرحنا في افوار مال او وقلنا بعدها بيجي ايه طبعا هنا هنقول فانتر ليه لان هنا الالم المكان اللي بعد النقاط ده طبعا عضو من اعداء جسم الانسان مذكر نوزفو مال على تت لان الرأس مؤنس منفرر او مال على ما عنده الم في اليد هنا مؤنس سامير في بكو ديفيلو بمارس كسيرا العقل الى مال طبعا هنا اخلي بالي جامب الساقين جامع يبقى او مغيني انتندبا هي لا تستطيع ان تسمع الى مال طبعا عندها الم في الوزن هنا مفرد مبدو بحرف متحرك يبقى مامير امي متعبع جدا الى مال طبعا هنا دو الظهر طبعا عرفنا ان هو مذكر نوزفو بكو مغشي احنا مشينا كتير نوزفو مال طبعا او بيه القدمين جامع او مغران مير او مال طبعا عندها الم في الكتف الكتف هنا مفرد مبدو بحرف متحرك يبقى ال ابستغف مامير او مال او زي عنده الم في العينين برضو جامع الى مال او ني عندها الم في الانف فوزا في مال او ض طبعا هنا بنخلي بالنا الاسنان جامع فبنختار او ابيج اكس بعد كده بناخد اه شوازي السي سي فوزا في فروا لو نتذكر مع بعض سي الشرطية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت هنا في نص بجملة تانية حيكون امر طب الامر بنخلي بالنا مع تي ولا مع الفو الجملة الاولى هيا اللي حتحدد بنقوله هنا سي فوزا في فروا هنا او في طبعا وفو يبقى ان هنا حختار الامر مع الفو حتبقى متة لو انتم بردانين البسوا المعطف سي تي فيي لقال طبعا هنا بنقوله تي لو انت بتريد الهدوء بنقوله سافر الى الريف مع تي بنقول بار سي تي ي سواف لو انت بتشعر بالعطش بنقوله اشرب مية طبعا هنا سي تي ي ملد لو انت مريض شي اللي متساة بنقوله اذهب للطبيب بنخلي بالنا طبعا فير بقالي من الافعال بنحزف منها الاس مع ضمير تي ما نفعش نختار رقم بي سي فوزا فيل ويتو لو انتم عندكم الوقت سي فلم بنقولهم ريجار دي اللي اختارنا ريجار دي عشان هنا في فو بنستكمل مع بعض الصفحة 439 سي تي يا مالالتت لو انت عندك الم في الرأس اي ناسبغين يعني بنقوله خد اسبرين هنا الامر حيكون مع ضمير تي فبنقوله برا طبعا هنا براندر مش من افعال مجموعة الاولى ولا من الافعالة بتحزف منها الاس حتفضل مع الامر سي تي يا شو لو انت حاسس بيء الحر بنقوله اخلع الجاكت بتاعك هنا بنقول انليف لان انليفي من افعال مجموعة الاولى حتحزف منه الاس سي تي فوروة طبعا هنا ده تعبير على بعضيه بنقول لو انت بتشعر بالبرد افور حصرفه مع ان ضمير تي تبقى تي او سي فو فولي اريبي لو انت عايز ان توصلوا بسرعة اخدوا تاكسي بريني سي تي في تي ريلاكسي لو انت عاوز تريد ان انت تريح عصابك يعني بنقوله هنا مارس اليوغا فيه سي فو زا في مع الاودة لو اندو عندكم الام في الاسنام ني بادي غلاس لا تاكلوا ايه الايس كريم خلي باري هنا الامر مع الفو ايير نو الوبيتال بنقول هنا ايير يعني بالامس عايزين نقول نحن ذهبنا الى المستشفى ايير يعني ماضي مركب بنفعش نقول نوصم لا نوزفو اي تي نحن كنا نوزفو اي نحن عندنا مستشفى طبعا لا نوزلو طبعا لا يبقى هنا معناها نحن كنا في المستشفى ايير جي طارد برضو ايير بالامس يعني انا بدور على ماضي مركب يعني الاولى ما تنفعش نفكر في اللي التانية سي كوشي طبعا سي كوشي ما تنفعش اللي ان انا هنا عندي جي يبقى بقول هنا جي مسوي كوشي ايير منفرر دي دلتابلان اه هنا قبل امس اه اخي مارسة يبقى ا في تنفعش طبعا هنا دولا مضارع هما اتنين طبعا فافير زي ما تعلمنا في سنة تانية دا مستقبل ايير بالامس نترو اكيب يعني فريقنا او برديلي ماتش برضو بدور على ماضي مركب يعني الفريق بتاعنا خسر المباراة مونة جي لي ياغ اكلاب طبعا هنا بنقول مونة انا رأيتها بالامس الساعة حوالي الساعة عشرة نخلي بالنا احنا قلنا اه فعل افضل مش بياخد تبعية بس حياخد تبعية في حالة واحدة لما يكون هنا عندنا في ضمير شخصي وقلنا حالات دي في شرح الماضي المركب هنا مونة بخلي بالي مفرد مؤنسي بق انا رأيتها بالامس نخلي بالنا بملحوظة دي مهمة تي على ليبرري ايير اه يعني هنا ايير بيقوله انت اتيت للمكتبة بالامس اخلي بالي ان انا عايز هنا ماضي مركب بقوله تي ي خلي بالي هنا ماضي مركب لكن ما تنفعش هنا ايطر مصرف مع ايل هنا مع فو لكن هنا هي تي اللي حتنفع نو نترميزو ايير متا ايير متا بالامس صباحا برضو ماضي مركب نو زفو رنجي نحن رتبنا هنا ماضي مركب تنفع رنجو مضارع قاله رنجي مستقبل ما تنفعش رنجي مضارع ممكن وتنفع امر ممكن يبقى اللي حتنفع معانا الاولى منفرير مال وفانتر يعني عايز اقول هنا اخي عنده الم في الباطن هنا ايه ما تنفعش طبعا لان دي مع ضمير جي مينفعش مرفوضة ا ايه تنفع في الماضي ا اي تي يعني كان عنده ايه اه تصريب اه تصريب في المضارع طبعا هي اللي حتنفع عندنا اه ا ايه لان ده طبعا افوار مال هنا اسم المفعول عندي من فنخلي بالنا كل روما تي ايير اه بنقول لك هنا اي رواية انت قرأت بي الامس طبعا هنا بالامس يعني ماضي مركب اي رواية انت قرأتها بالامس اه لي بخلي بالي هنا ده ماضي مركب عندنا ليه لانه هو هنا قبلنا المساعد وعايزين اسم المفعول طالما في المساعد اتر يبقى لازم اسم المفعول بتاعنا حياقة تبعية بير وروبرت جامع مذكر يبقى حنختار اللي فيه الاس ايير سوار بالامس مساء فردريك ايه بوكو يعني عايزين نقول انه هما اكلوا كثيرا اون مانجين بنحل صفحة ربعمية واربعين ايه فوترو بلابر بنقول لك ما هي مشكلتك طبعا مشكلتك هنا مفرد مذكر بنقول كل ما مير ايه والدتي مضغوطة يعني بتحس بي عليها ضغوط يبقى هنا هنختار الصفة المؤنس طبعا نخلي بالي هنا هي مصفة لا هي عندنا ماضي مركب تكون مضغوطة ايه المساعد يبقى انا عايزة بعد كده اسم المفعول حيقى التبعية ايه جي مع الاودواء عندي قلم في الاصابع نزله اليكل طبعا نخلي بالي هنا ليبيس عندنا اي اداة وسيلة موصلات مسبوكة بمحدد فبنختار لها بار ساكوتكم بياه كم يكلف هذا الفاشي لي دانتيست هو هيزهب لي دانتيست قلنا ده المفعول بتاعنا كله حنحل محله بالضمير الشخصي الي غريك احنا هنزهب اليه بما ان هنا شيء اللي بعدها ده بنعتبر انه هو مكان فحنختار الي غريك سير كوا رو اللترا على اي شيء بتحرك الكطار نوباغ دي لابيون نحن عندنا خوف بنخلي بانا افوار بير نحن عندنا نحن عندنا ايير مونامي اي صديقتي غادرت بور لا فرانس طبعا هنا مونامي مؤنس وفرب ايطر هنا حياقه التبعية فبنقول بارتي جيني برا انا لا ااخذ ابدا جمي لباتون عمري ما بركب السفينة ويان دي ترونس بورت تيب ريفير اي وسيلة مواصلات امري ما بركب السفينة انت تفضل مسي لا تروازي امري اغاش طبعا هنا بنقول هنا طالما قلنا في مسي او في مادام بعدهم الفصلة دي او علام التعاقب هنا الجملة عندنا امريا طالما في مسي مادام بنخطبهم او بنعمرهم بالضمير بنقول له اخذ الشارع التالت على الشمال مون بير ام براندر مترو بورا لي اصان ترافاي يعني هنا بنقول ان ابي بيحب براندر خلي بقبالي براندر مش هياخد ورا حرف غر هياخد ورا محدد يحب ان ياخذ لي مترو ايدي اه انتم تريد انتم ان تستطيعوا ايدي ايدي مساعدة نفسكم تي ايدي مساعدتك لير ايدي مساعدتهم ما ايدي مساعدتي فنفطرت هنا ضمير المفعول حسب معنى الجملة جمعا ليه طبعا اه انا احب الزهاب طبعا هنا اوسكاد بار انجوبا فيلون هو لا يلعب الكمان بنحل صفحة ربعمية واحد واربعين ساما فيمل هزا يجعلني مريض او يتعبني جي اشاد طبعا هنا دي لوفوفيتامولي لان احنا عندنا هنا الصفة جامعة قبل الاسم فبنختار دي ال دي فاغ دي سباغ الفين طبعا هنا بنختار فرب فينير مع الجامعة ما فيل ايه تري انيمي كون كسيرة الحركة في الصيف جينيفي بارلي اه مش عايز تكلم لاي شخص نو اي كوتولي كونسي احنا بنستمع لطبيبنا طبعا هنا اه مملوك مفرد نطر ايير ماري ايه طبعا هنا ماضي مركب عندنا مع المساعد اتري فبنختار اللي فيه تابعية مؤنس بارتي سوفرت ال سي سان كي كومون كالكو طبعا هيا بماذا تشعر كومون مامير اعمال والدت عندها طبعا او احنا بننزهب طبعا نطرق انكل هنا فيه عاقل عندنا بنختار شيء بننزهب عند عمنا باتنوار مع من ذهبت الى الباتنوار بنقول طبعا هنا بنخلي بالنا الجملة نزلت بيقوله ذهبت اليه مع صديقي هنا الايجريك هتحل مع حل الباتنوار مكان يعني بنقوله هنا اغلق النافذة انا اشعر بالبرد طبعا فيرم من افعال مجموعة الاولى فيرمي بنتحزف منه اللقس مع ضميرتي اليت اللي او مجزادي بيتمو وي بنقوله هنا هو ذهب الى محل المنابس وي عايزين نقوله ذهب الي وي يعني ذهب الي جينيفر ايير جينيفر يا ايير ما عملتش شيء اي شيء امباره الاباق دي هو عنده خوف من السفر بالطيارة طبعا هنا بنقول برافيون انتم من اين قتلتوا بنقولهم باري بنقولهم ايه دي او من اين قتلتوا ما سير امال الاستوما يعني والدتي عندها الم في المعدة الامونجيب كودي قاتون ليه لانها بارسكيل هي اكلت كتير من القاتون صبحت ربعمية ايه اثنين واربعين تي بورت دي لانات نوار بركوان ليه انت بترتدي نظارات لونها اسود سافا كمون سافا كيف حالك سي سوار هذا المساء ما سير امال عندها الم في الاسنان ليبانان بيأكل منها كثيرا كمون تي طبعا بنقوله كيف انت تشعر تي سا برب سانتير بركوان تي دي موفيزو مير اه بركوان تي يا يعني انت مزاجك متعكر سي تي يا مال اوفانتر لو عندك الم في البطن بنقوله اذهب الى المستشفى طبعا امر مع ضمير تي با الفيشو لا كليميتازاسيون سيلفو بلي يعني هنا بنقول الفيشو يعني القوحر او عايزين امر هنا بنقوله هنا سيلفو بلي من فضلكم يعني افتحوا التكييف او ضعوا التكييف يبقى احنا استخدم الضمر مع الضمير الامر مع الضمير فو متى اونا باغ يعني عندنا الم خوف دي الاكزاما طبعا مفروض ما نخافش من الاكزاما طرعا ما احنا مزاكرين كويس اوه 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 هنا بنقول يعني يا لهم الرعب كل اورير يا لهم الرعب انا بقرأ ان اروح اند الاطباء كل اورير يا لهم الرعب اوه يعني اين الالم تي تي دي بلاس عن فيل كو مو كيف تتنقل في المدينة لسو نطلع على كومباني يعني بنقول لهم كو متى هيزهبوا متى هم زهبوا الى الريف بوزا اللي علي قول يعني بنقول لك كو مو اوه كيف تذهب الى المدرسة تي اونكت لماذا انطق صوحة ربعمائة تراتة واربعين توم فرير بريفير لترا في الكورس الشاكسي من من يعمل المشتروات كل اسبوع ايه فوتر مويد ترانسبورت بريفيري ما هو وسيلة الموصلات المفضلة شي تيفا شي كي عنده من تذهب او كيلير طبعا هنا تعودنا عليها كيلير تي برا لديني طبعا الساعة كام بتاخد العشاء جين برونت الاسبرين برسكي الامال على تت وبياخد الاسبرين اللي عنده عنده قلم في الرأس الامال وفانتر الدوا قليش اللي متساوي الدوا طبعا هنا يقلي جي سوي مالات جي مال وفانتر منامي اي مالات الامال وزي طبعا ده كلام قلنا قبل كده الامال وضا سوف روفو مدام ما في ماتت ما في مال بيقول لها هنا لي انت بتعاني او كاسك دي كوا دي كوا صفحة ربعمائة خمسة واربعين عندنا هنا الوثيقة بتاعتنا هي عبارة عن مال مرسى من بياء الى ميلاني بتحدسها عن ترافاي العمل بتقول لها صالي ميلاني سوف جمي سويت رأيكو بي سي جور سي انا مشغول لهذه الايام مون بوترو يعني رئيسي في العمل فا فينير لابريمير سيمان دي جانبية حقيقي الأسبوع الاول من يناير بور سيبر فيزي من ترافاي عشان يراجع على العمل بتاعم جمي سوى ام بي فاتيجي ام بي سترسي يعني اشعر باني متعبة ومضغوطة ام في في الحقيقة جي بزوان دي تواء انا محتاجة اليكي دي تي كونيسانس وعن معلوماتك ومعرفتك بورمون بلوك على المدونة ام بي عن دسكتي عمي دي ممكن نتناقش فيها اه في بعد الظهر فيانا فيك سي سال تي ني مي بارل بادي ال يعني انت محدش ما حدستنيش عن سي سال الفابيان هل هي كويسة انتوكا في كل الحالات مغسي دي بابا ما او بليه يعني انا اه في كل الحالات بشكرك ان انتي ما نسيتنيش طبعا هنا بيا اي كريسي ميل يعني كتبت هزا الميل طبعا او ميلاني بيا بارل بتتحدث عن دي سان ترافاي عملها دون سان ام بالوادتو قد وال وقتها دي سو الوزير دي سان فياج رحلتها طبعا عن سان ترافاي بيا وفا بارلي دي سان بلوك او ميلاني حتتكلم عن مدونتها الى ميلاني امتى طبعا قلت لها اه امي دي في الظهر بيا دي ماند او ميلاني دي فينير طلبت منها ان هي تأتي مين تجيب معها ميل طبعا سي سال لان هي ما كلمت هاش عنها قبل كده لي باترو دي بيا وفا فينير حييقى امتى طبعا هنا قولنا الاسبوع الاول من يناير طبعا هيكون اونيبار في الشتاء لي باترو وفا فينير حييقى ليه طبعا هنا بور كنترولي لترافاي دي بيا عشان يعني يشوف العمل بتاع بيا بيا سوفر بتعاني من اي دي سو مالا دي موردها ولا دي سترس طبعا بتعاني من الضغوط صفحة ربعمائة ستة واربين بنشوف الوثيقة التانية لفاياش سفاري يعني رحلات السفاري يعني في مصر اكثر مكان ممكن نعمل في سفاري سفاري اللي هو هكون مرسى عالم لفاياش سفاري سورس دي اتراكسيو توريستيك هي مصدر للقسب السياحي بور اكسلانس لزي اجانس طبعا هنا اجانس دي توريزم اللي هي شركات السياحة ارجانيز بلزير فياج سفاري بور انكارجيو لتوريزم ان ايجبت بتنظم سفاريات كتير عشان تشقع السياحة في مصر لفاياش سفاري دان لدي زيغ دي مرسى الام سو دي فيني تري كوني دان لي موند طبعا اصبحت مشهورة في العالم كله انتير ايه اللي اكيباسيون اوتيليير ا اوغمونتي انفريو طبعا دي اه كاتر فان ديس بورسان يعني معنى الكلام ده ان هنا نسبة الاشغال في الفنادق زادت لان اصبحت طبعا تسعين في المية اه اجوردوي لفاياش سفاري سو بوسيبل دالي سنتر دي زيغ بور جوير دي لابير تير اعمار سالم اي ايج المو بور وار لي كوشي دي سولي طبعا هنا السياحة بقت ممكنة في وسط السحراء عشان يستمتعوا بيء الطبيعة الجميلة وكمان بغروب الشمس لسوار في المساء لتوريست برين دي بلا تراديسيونيل كيزيني بار دي بدواء يعني هنا السياح بيأخذوا الاطباق اللي هي التقليدية المطبوخة بواسطة البدواء ايسي دي بلا سير لير بيسيكلات فير لسنتر دي زيغ وبيتنقلوا بالعقل بتاحهم تيغاه وسط السحراء طبعا هنا سيدي كوموبار اللي بتكلم عن دي توريزم السياحة سفاري ايطان بوياج بتكون هير احنا ضلي دي زارت في السحراء مرسا ألم ايطالي اقريابل بور طبعا فير دي سفاري بور انكو راجي لتوريزم الاجانس دي توريزم اورغانيز شركات السياحة بيت تعمل ايه بتنظم ايه دي بوياج سفاري بيستخدموا ايه عشان يتنقلوا طبعا قلنا لي فيلو العقل بيقدموا ايه للسائحين طبعا قلنا بنقدم لهم اطباق تقليلية امر سألم بيروحوا فين السياح طبعا طبعا هم بحقيقين مقفين طبعا سفحة ربعمية سبعة وربعين بنحل اسئلة انت عند الطبيب هو بيقول لك طبعا هنا بيسألك صديقك انت بتعمل ايه لما يكون الجو برد انت هنا بتقول له طبعا بلبس الجاكت بتاعي بيسألك بتعمل ايه لو عندك الم في البطن بتقول له هنا يعني انا حيستشير الطبيب انت بتستشير صديقك تعمل ايه عشان تكون بصحة جيدة هو هنا بيقول لك طبعا كشت واترد يعني نام متأخرا بوا بكو دي صودا شرب كسير من الصودا منج بكو دي بومبوك كل كسيرا من الحلوة لا طبعا هيقول له فيد سباغ يعني اعمل رياضة فوتر بتي فرير ايه ملاد لدكتور فوديد خيك الصغير مريض فالدكتور هنا بيقول لك طبعا الى انجرب يعني هو عنده نازلة فوديمان دي او فوتر ميكمو الفا بتسأل صديقك كيف حالو الفوديد فهو بيقول لك طبعا جمي سابيا يعني انا اشعر بالراحة او انا كويس صفحة ربعمائة ثمانية واربعين لدكتور دي ماند او ملاد للويدي لدولار بيطلب من المريض مكان الالم ليه ملادي المريض بيقول هنا لأي درواء يعني العين اليمين وزا فيبر دي لماش بنقول هنا بورك وا ليه انتم خسرتم الماش سيتي ياشو طبعا هنا عايزين امر لو انت هنا بتشعر بالحر بنقول هنا اوفريلا في النتر افتح النافذة البوادي لوكار الى صواف طبعا يشعر بالعطش وار صواف ايير كلود نوبا سي زيك سرتيز طبعا هو ما عملش الواجبات بتاعته نخلي بالنا ده الجزء التاني من الماض المركب اسم المفعول اهو مونة تي يير سوار بنقول لها انتي خاركتي طبعا هنا فاربات رح ياخد تابعية سيتي فاتي جي ريبوست وار اون بي لو انت متعب سي طبعا هنا فاتي جي بنقوله ها بنقوله لو انت متعب فاسريح شوية صباحة ربعمية تسعة واربعين الفوا انفيل هو بيذهب للمدينة وي الفوا اللي ويك اندي يعني يذهب اليها الاسبوع في اجازة الاسبوع اني فوا با بيا برسكي الى مال طبعا اوضة في العينين سوهانا با دليفوني اسي بارو لم تتصل بوالديها طبعا هنا اسم المفعول عايز المساعد هنا حياخد المساعد افوار طبعا هنا اوزي العينين معلش الدخات انا تكتل صرعة بير فيا طبعا هتيجي طبعا هنا بنقول شموا يعني عندي سوفريفو مادام بنقول لها بتعاني من ايه ديكوة من اي شي انت بتعاني طبعا ولهبات هنا وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا طبعا الحمدلله احنا كده خلصنا المنهج بتاعنا ونحب ان نذكركم انكم وما تركنوش الفرنسا وللاخر يا ريت نذكروا يا شباب لان بعد كده حنبدأ في المراكعة قريبا ان شاء الله مع بعض هنحدد كتاب نشتغل فيه سوا برضو على القناة مش هيفضل لنا غير امتحان على ان تي كاتر ان شاء الله هنعملو اه قريبا بازن الله انتظروا الفيديو وما تنسوش اللايك وروفار جعبا خلقا رمين خلقا 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 ترجمة نانسي قنقر